بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أصدقائي وزملائي مرحبا بكم في أولى حلقات قناة لجنة i7 سأشرح لكم في هذه الحلقة طريقة تحميل برنامج بنتلستاد برو بي 8 مع طريقة تفعيل بداية يحتوي هذا الملف على الستاب and crack الستاب اضغط نقرتين ننتظر إلى حين انتهاء التحميل عند الانتهاء من التحميل سوف تظهر نافذ الستاد برو install هذه الإضافة مثلا net framework version 3.5 غير موجودة على جهازي لذلك سوف يقوم بتحميلها windows install version هي موجودة على جهازي لذلك يوضع عليها صح مباشرة ننتظر إلى حين الانتهاء من تحميلهم واحدة واحدة وبعد الانتهاء close سوف يقوم بتحميل إضافات التالي أخرى وصل الآن إلى النقطة 11 بعد تنزيل الإضافات next i accept next next ما في داعي تعب أي خيار next next metric unit system لأنه هذا العادل اللي بنستخدمه next miss all next 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 first انتهى من تحميل انتهى من تحميل البرنامج بشكل كامل يجب وضع يجب ان تضع في جميع الملفات وان لا يعمل البرنامج بشكل جيد كوبي كوبي اس برو بي 8 اي اس 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 في الملف الاول قنج تضع البحث الوزر ادخل احضر الوزر اغلب 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 اجل اغلب السجن اغلب اللي اتهينا من تفعيل البرنامج يمكننا الآن العمل على البرنامج بشكل جيد بعد عمل رستارت الجهاز تم تفعيل البرنامج بنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذا فقد انتهينا من هذا الدرس ودنتم بخير